مثقفون وناشطون مدنيون بالتعاون مع بلدية بعقوبة افتتحوا اليوم شارعا ثقافيا أطلقوا عليه شارع الجواهري تأسيا برمز ثقافي ووطني هو شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري ثل من الشباب رائعين يريدون أن يضعون بصماتهم في حياة ديالة في حياة بعقوبة تحديدا فطالبونا بأن يكون هذا الشارع هو شارع لثقافة وإيدنا ذلك بقوة ومددنا لهم يد العون والمساعدة نشاركهم هذا العمل الرائع تتاح هذا الشارع الذي سيكون مستمرا في كل جمعة من كل أسبوع إن شاء الله ويكون فيه تقديم فقرات جديدة ويكون شبيه بشارع المتنبي هذا الشارع الذي سوف يستمر أسبوعيا على غرار شارع المتنبي في العاصمة بغداد ضم معارضة تشكيلية ولوحات فوتوغرافية وعرض عنوين لكتب تتناول مختلف المواضيع الأماكن اللي كنت أفرح بيها أروح للمتنبي أكون بين الكتب أكون بين الناس الفعالة الفرحانة اللي بين يقوم بسرحيات بين اللي تقوم معارض بين اللي يلقي شعر بين اللي يناقش قصص بين اللي يسوي أعمال مثل الأعمال اللي يسويها الشباب ولعل الحضور المكثف لمثقفي ديالة بافتتاح الشارع ينظر عن انقطاع زياراتهم التي كان يشهدها شارع المتنبي في العاصمة بغداد أسبوعيا تاركات هاي أعمال اللي موجودة اللي كنت أعرضها في المتنبي أعرضتها اليوم هنا وكثير من الشباب حاليا موجودين هنا متواجدين وأنا متأكد جمعة القادمة رح يكون الحضور أقوى وأحلى ويرى مراقبون بأن هذه التجربة ورغم كونها تمثل محاكاة لشارع المتنبي في العاصمة بغداد إلا أنها جاءت برؤية محلية لتأطير الجهد الثقافي في المحافظة كما أنها تصب في إطار مواجهة الإرهاب هذه العنبغي الحرة